مرحبا بكم في أمريكا تشارت تعليم تدريب تطبيق ومحاكاة هنتكلم على الإطار الزمني القصير عن سهم سوبر مايكرو كومبيوتر أنا اتكلمت عليه مرة لفاتت وقلت أنه بدأ يتعافى وأن في أمل في أن السهم ده ينتهي ويتخلص من الاتجاه الهابط ولقد كان تمكن السهم من كسر خط الاتجاه الهابط كما نرى في الدائرة السوداء هنا تمكن من كسر ذلك العائق الخاص بالضغوط البيعية التي طالما كانت تتسبب في هبوط السهم في كل مرة يحاول فيها تمكن أخيرا من كسر خط الاتجاه الهابط للأعلى ندخل في التفاصيل اليومية قصيرة الأجل هنلاحظ أنه إلى حد كبير بيتحرك في اتجاه عرضي بقدر كبير هذا الاتجاه العرضي طبعا فيه شيء من اللبلبة المختلفة بين حين وآخر بسبب الأخبار ولكن في المجمل هنلاحظ أن السهم بيتحرك ما بين الدعم عند 27-17 وهو دعم شهري طويل الأجل بينما المقاومة عند مناطق 48.5 مجازا خلينا نقول 50 دولار إذن تغير الاتجاه العام في سهم سوبر مايكرو كومبيوتر من هابط إلى عرضي أما الآن الموجة الحالية موجة صاعدة وممكن جدا يستقنف رحلة الصعود نحو المقاومة المذكورة إذن السابت بيتعافى بالتدريج البطيء وعندنا ثلاثة احتمالات العودة إلى 27-17 ولكن مرة لو رجع تاني مفيش منها خوف لأن الاتجاه الهابط منكسر ويتم اختباره من الجهة العكسية ويعمل كدعم وليس كمقاومة لا هيك عن أنه سيكون دعما مزدوجا لأن عندنا الدعم الشهري الأفقي الذي تحدثنا عنه حوال 27 دولار ده أول سيناريو محتمل وإن كان مستبعا السيناريو الثاني أن يتجاوز مناطق 50 دولار أو إذا ما شئنا الدقة 48.5 دولار ده السيناريو المحتمل الثاني طيب ما هي مستهدفات السيناريو الأول لو نزل عند 27-17 طبيعي يبقى مستهدفه المقاومة الخاصة بالاتجاه العرضي ولو كسر المقاومة الخاصة بالاتجاه العرضي طبيعي يبقى مستهدفه نفس سمك الاتجاه العرضي يعني احنا بنتكلم في تقريبا 20 دولار تمتد للأعلى يعني بنتكلم في مستهدف تقريبي 68 دولار السيناريو الثالث الثبات داخل الاتجاه العرضي وعدم الذهاب للأعلى وعدم الذهاب للأسفل واختبار قدرتك على الصبر هذا هو السيناريو الثالث يعني محتاجين نصبر فيه ويت وطبعا الصبر بيبقى أصعب قرار في سوء المال على فكر طيب إيه أقرب سيناريو للحدوث أرى أن أقرب سيناريو للحدوث ومعاودة اختبار مناطق 38 39 40 ثم التمحور حولها قليلا أسبوع مثلا أو أسبوعين قبل الانطلاق وكسر 48 ونص للأعلى أرجح هذا السيناريو وبناء على ذلك يستحق المراقبة بذلك الكسر لعله وعسى نتداول ورقية فيه ونفتح صفقات افتراضية بمستهدفات 68 دولار سمام الأمين لمراكز الافتراضية المفتوحة طبيعي يبقى تحت 37 دولار كسر تلك المستويات للأسفل مع إغلاق ثلاثة أيام متتنئة أدعى للتخفيف من المراكز الافتراضية المفتوحة بينما إغلاق أسبوع كامل ربما يكون دعوة للتخارج من المراكز الافتراضية المفتوحة ده سريعا بقدر المستطاع على الإطار الزمني القصير فيما يخص سهم سوبر مايكرو كومبيوتر كورس بي سي آي باب الاشتراكات المفتوحة على رقم واتساب المبين أمام حضراتكم على الشاشة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر